مساء الخير عليكم مساء الخير أهلا وسهلا سوف يكون الصوت لا يوجد مرحبا أهلا وسهلا ومرحبا أشترككم بروكة رمضان مبارك سعيد لا يوجد شيء العشرة الأواخر في هذا الفيديو سوف نقوم بشكل نداء عاجل من الشعب المغربي إلى الشعبين الجزائري والتونسي قبل أن نقوم بشكل نداء سوف نشر بأنه في المغرب حمل مقاطعة ثلاثة منتوجات الشركة دانون والماء المديني السيدالي والشركة أفريقيا غاز المحروقات أول رد الفعل من المسؤولين كان رد وزير المالية محمد بوسعيد اللي وصفنا بالمداويخ مداويخ يعني كتقول إنسان أنك مضوخ يعني قبله بليد سافيه أحمق فاقد للوعي وربما وزير المالية كانت يظن بأن الشعب المغربي فاقد للوعي السياسي نضت عضوة في الاتحاد البرلماني في الاتحاد الاشتراكي اللي هي حنان ريحاب وصفتنا بالقاطع قاطع يعني عادة إحنا في المغرب فاش تنتكلموا على القاطع يعني تنتكلموا على البقر أو للغنم من مورها كانت تكلم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القاروية والمياه والغابات نحن في المغرب نسميه وزير البر والبحر واستهزئ بالمقاطعة واستهزئ بنا كداعين للمقاطعة واعتبرنا بأن هاد الحملة المقاطعة دينا اللعب الدراري لعب أطفال ومن مورها كان جاء يعني الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤول العامة والحاكمة اللي هو رئيس التعليم العالي والبحث العلمي سابقاً هجم علينا واحد الهجوم شاريس واعتبر بأن بأن حملة المقاطعة على المنتجات يعني يبقى له عشوية زائد مسؤول داخل شركة دانون سنترال وصف المقاطعة بأن خيانة للوطن مزيان هاد الشي كامل مزيان الناطق الرسمي باسم الحكومة هددنا بالحبس قال لنا ودي بأن هو اللي كيساعد في نشر أخبار زائفة اللي كتت تهم هاد المقاطعة هاد المواد فغادي يخرجوه تشريعات جديدة باش يبدو رميونة في الحباسات الإعلام المرأي والمكتوب والمواقع الإلكترونية كلها جنود مجندة وراء المسؤولين في المغرب المسؤولين على رقاب المغاربة هاد وسائل الإعلام هاد ترسانة الرهيبة دي الوسائل الإعلام كلها مجندة وراء المسؤولين عدنا في المغرب من أجل محاربة هاد الحملة ديال المقاطعة ديالنا لهاد ثلاثة المواد العجيب في الأمر وهذا هو بيت القصيد هو الخروج لإعلامي ديال الوزراء كاملين وخصوصا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤول العامة والحكامة اللي خرج مظاهرة أمام البرلمان هاد يومين وتي طالب من الحكومة اللي هو عضو فيها تي طالبها باش يحدوا من هاد المقاطعة هاد بمعنى وزراء الحكومة ديال المغرب تي ضاهروا ضد الشعب ضد واحد الفئة من الشعب اللي كتشارك في هاد الحملة ديال المقاطعة وهدا شيء غريب وعجيب واستثناء استثناء مغربي في غاية الخطورة فاشتخرجوا مسؤولين تي ضاهروا ضد فئة من الشعب والمسألة الأخرى اللي ليش كتشارك هاد النداء للشعبين الجزائري والتونسي هو اعتبار الوزارة ديالنا في المغرب بان المقاطعة ديالنا لا استثناء معدلوا ولكن دفعوا على دانون بالضبط البراجد الذين دافوروا بكل استيمات اجمال واعتبروا بان المقاطعة ديالنا الكتشارك وقدmachen في الوطن وقدر الاقتصاد الوطني وهم كم Есть مدرب ماكان Любح هذه الخاصة zwischen 미리 لدينا ملاقة عندها فروع في العالم كامل تأتي عندنا للمغرب وجيب المكينات فوق كتافها وضعتهم عندنا في المغرب بتسهيلة تضاريبية خيالية ومفرش لها الورد تشتري الحليب من عندنا نحن المغاربة حليبنا تشتريه من عندنا وتديرو في الكارتون وتعلبو وتعود تبيعو لنا بأضعاف مضاعفة تشتريه من عند الفنلاح المغريبي بجوجدراهم تديرو في الكارتونة وتتعود تبيعو لنا باستادتيدرهم نفس الحليب بأقل من استادترهم ال kedvas النفس الحليب تباع في اوروبا بأقل من استادترهم مغربية مع أخد بالعيل الإعتبار الدخل الفرضي الفارق الشاسع مبين الدخل الفرضي في أمريكا أو في اوروبا مع الدخل الفرضي الزهيد في المغريب ومع ذلك الحليب وماء المعديني وحتى لسامس المازوت يتباع في أمريكا أرخص من المغريب أنا أبقى هذا في شركة دانون شركة دانون شركة فرنسية نحن هذه الشعوب المغريب والجزائر والتونس كانت مستعمران فرنسا لمدة طويلة ولكن في شمشات خلت لنا الأدناب ولدات فرنسا ونسميهم في المغريب ولدات فرنسا وخلت لنا بعض الشركات متحكمين في الاقتصاد ومتحكمين في الأتمينة المواد الأساسية في المغريب والتي تمس الدم المغاربة والدم الجزائريين والدم الخوطنا التونسيين والخوطنا الجزائريين المسؤولين عندنا في المغريب تدروا مجهود جبار لكي وصلوا اللاوعية الإنسان المغريبي بأن الجزائري عدو ولدود الإنسان المغريبي عندنا جمعية في المغريب تسمى جمعية الشباب الملكي كانت في الأول حركة الشباب الملكي من بعد ولاد جمعية معترف بها الشباب الملكي في آخر فاجعة في الجزائر خرج الناطق الرسمي باسم جمعية الشباب الملكي واعتبر بأن أي مغريبي مغريبي سيعزي الجزائريين في هذه الفاجعة التي وقعت مؤخرا فهو خائل للوطن اعتبر بأنه خيانة للوطن وهذا الكلام تتقال في وسائل الإعلام بجميع تلاوينها في المغريب باش يبقى ذاك الحكم ما بين الشعب المغريبي والشعب الجزائري والشعوب ديال المنطقة باش نبقى وحنا تنحروا بعضياتنا وفي حقيقة الأمر أن المسؤولين على رقاب الجزائريين والمسؤولين على رقاب المغاربة هم اللي كتنحروا بعضياتهم شكون اللي غدي يمص الدم ديالنا أكتر شكون اللي غدي يحط لنا الريوز ديالنا فوق المقصالة شكون اللي غدا تكون عنده المقصالة في الده باش يقطع لنا الريوز ديالنا هذا كل ما في الأمر احنا خاوة مغاربة الجزائريين والتوانسة احنا خاوة كاملين خاوة والدم ديالنا تشرك في الدفاع على حوزة الوطن وفي طرد المستعمر الفرنسي كنا تنسقوا بيناتنا على أعلى مستوى تنهضر على المستوى ديالناس اللي كانوا في المقاومة و جيش تحرير اللي بالله يرحموا كان واحد منهم وكانوا منسيق وطني كنا تنسقوا مع أخوتنا الجزائريين والتوانسة لطرد المستعمر الفرنسي في كفاح مسلح والآن في 2018 هاد الأحفاد ديال الشهداء اللي ماتوا دفاعا على المغرب والجزائر والتونس حان الوقت لهم باش حتى هما ينسقوا بيناتهم على أعلى مستوى فيسبوكي من أجل الكفاح السلمي السلاح الوحيد اللي يبقى عند شعوب المنطقة هو سلاح المقاطعة وهذا السلاح المتقاطعة سلاح خطير جدا 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 إلا استطعتوا إخوان ديالنا في الجزائر والتونس إلا استطعتوا باش تلتحقوا بالحملة ديالنا في مقاطعة شركة دانون سوف ندخلوا للتاريخ من أوسع أبوابه سوف نجريوا على واحد الشركة اللي كتجي عندنا البلدان ديالنا وجايبة جوج مكينات وكتشغل لنا واحد العادة زاهيد ديال الناس بيتامان زاهيد وكتشتري الحليب ديالنا من عندنا من عند الفلاحة ديالنا بيتامان زاهيد وكتعاود تبيعوا لنا بيتامان دخم جدا الشركة ديال دانون في المغرب كتهدد بأنها غدا تطرد 900 عامل وجابوهم فكيران خمسة نجوم ونزل معهم وزير الحسن الداودي وزير في الحكومة المغربية الحالية نزلوا معهم قدام البرلمان كيستعطفوا الشعب بأنها غدا تطرد 900 عامل وكيستحمروا وكيستحمروا المغاربة وكي يحتقروا الدكاء ديال المغاربة المغاربة كيعرفوا بأن إذا كان عندنا مليون وربعينيات آلف حانوا تبقال في المغرب فيمكن لنا نزيدوا عليهم نخلقوا مناصب شغل جديدة في حدود جوجد المليون كيف تجوجد المليون؟ يمكن لنا تزاد في المغرب 500 ألف مقشادة 500 ألف محلابة كتبيع الحاليب طاري من عند الفلاح وتتباع إذا استطعنا نزيدوا 500 ألف نقطة لبيع الحاليب الطاري ومشتقاته وكل محلابة وكل مقشادة كتشغل على الأقل أربعة ديال الناس كي يكونوا جوج فلاكيس وتتكون وحدة كالطيبة الحرشاء والملوي وما جواروها وكيكون وحدة اللي كتتكلف بالنظافة إذا كان هضروا عليه جوجد المليون ديال العائلات يمكن لنا نخدموهم إلي جرينا على هالضانون اللي كان المطلب ديالنا في الأول هو خفض الأسعار ولكن فهذا الشركة هذه ما تتخفضش الأسعار وكتستقوى بنا بالحكومة وكتستقوى بنا بوسائل الإعلام وكتستقوى بنا بأنها استأجرات الدوباب الإلكتروني من آسيا ومن الدول ديال الشرق استأجرات اليد العامي للرخيصة الدوباب الإلكتروني استأجراته من الدول ديال آسيا باش يحارب الحملة ديال المقاطعة ديالنا في المغرب وهذا عيد وهذا عار احنا تقرنا في الجيوبة ديالنا وكل ما كنا باغينه هو أنها تنقص من التامان وتدرلنا على الأقل التامان ديال الأوروبا وديالأمريكا مع الفارق الشاسع في الدخل الفرضي ما بين أوروبا وأمريكا وما بين الشعب المغربي لكل ما ذكر عليه كان وجه هذا النداء هذا الاستعطاف ؟ الأستيدا ديالنا في الجزائر لأن إخواننا في الجزائر هو البلد ديال مليون ونصف مليون شاهد كان وجهه نداء ديالنا الأستيدا ديالنا في تونس لأنَ لو Clinical الحراك في تونس لما كانت ستكون عندنا حركة 20 فبراير في 2011 إذا نحن تعلمنا من التوانسة في 2011 وتعلمنا من الجزائريين بالكفاح المسلح لضحض وطرد المستعمير من الأراضي المغربية حان الوقت أننا نطرده هات الشركة اللي كتجي من فرنسا بشري الحليب دينا وتزيد عليه مواد حافظة مصرطينة وتزيد عليه الجيلاتين ديال الحلوف وتبيعو لنا حنايا وكأننا حلوف وكأننا بقرع الليل بوحد الأتمينة خيالية إخواني الجزائريين إخواني التونسيين أخواتي الجزائريات أخواتي التونسيات إلا تحقوا بنا في هذه الحملة سندخلوا للتاريخ من أوسع أبوابه والمرحلة الجاية سنوجه نداء ليبيا ومصر ومورطانيا ومن بعدها إلا تحقوا بنا هذه الدول سنوجه نداء لكل دول الأفريقية اللي عانات وما زالت تعاني من استعمار الأوروبي اللي ما زالت ينهب التروات ديال إفريقيا أغنى قارة في العالم ما زالت تنهب التروات ديالها إلى يومنا هذا هذا سلاح في التاكل والشركة ديالدانون غادت تأخذ الدرس ونلقنا الدرس للشركة الأخرى اللي ما زالت ديناصورات في إفريقيا في الدول ديالنا اللي ما زالت تصف التروات ديالنا وما زالت تستحمرنا وما زالت تبيع لنا المواد ديالنا حوتنا تيجي وعدنا المغريب وعندهم رخص الصيد في أعالي البحار تيشري وحوتنا وتيديروه في البواطات ديال السردين وتيعاودوا يبيعوه لنا بأتمان خيالية بأتمان خيالية السردين المغريبي في البواطات يتباع في المغرب أغلى من أمريكا أغلى من أوروبا إخواني الزازائريين وأخواتي الجزائريات إخواني التوانسة وأخواتي التونسيات يمكن لكم تطلعوا إطلالة صغيرة في الجوجل وتشوفوا بشحالة يسوي الحليب تمن تل الحليب ومشتقات الحليب بشحال تمن دياله في أوروبا بشحال تمن دياله في أمريكا بش حال تمان ديالو في كندا بش حال تمان ديالو في أستراليا إخواني أخواتي الجزائريات إخواني أخواتي التوانسا غادي تصدمو إلا عرفتوا بإنكم كتشريوا الحليب ومشتقاتيه من عند الشركة ديالضانون والحليب ومشتقاتيه كيتباع بيئة ميناء طالعة بزاف على التمان ديالها الدول اللي قلنا بلا من تكلمو على العيالات النساء اللي تتوكح لهم البزولة وما تيبقاش عندهم الحليب في البزولة سواء في المغرب سواء في الجزائر سواء في تونس سواء في تقارة الإفريقية كاملة العيالات ديالنا النساء ديالنا اللي تتوكح لهم الحليب في البزولة تيشتريوا الحليب غبرة من عند الشركة ديالضانون والفروع اللي تابعة للشركة ديالضانون بأتمان خيالية هل يعقل بأن الإنسان الأوروبي والإنسان الأمريكي والكندي كيشتري حليب الغبرة للدراري الصغار بأقل تمان اللي كيتباع فيه عندنا في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي جل الدول ديالإفريقية المستعمارات السابقة ديال المستعمير الأوروبي في الختام غادي نكونوا شاكرين لكم جدا جدا الإخوان ديالنا والأخوات في الجزائر وغادي نكونوا شاكرين جدا جدا الإخوان والأخوات ديالنا في تونس إلا التحكتوا بهذا الحمل هذا المقاطعة ديالنا وما غا ننسوش لكم هذا الخير وهذا الكلام تنقوله بإسم ديالي الشخصي الاسم ديالي شافيق العمراني ملقاب في المغرب بعروبي في مريكان المعنى ديالها هي بدوي في أمريكا وتنقول هاد الكلام بإسم مجموعة من أكبر الصفحات المغربية في الفيسبوك وكنتمنوا بأن أكبر الصفحات الفيسبوكية في الجزائر وأكبر الصفحات الفيسبوكية في تونس أنها تضامن مع هاد النداء ديالنا وتاخدوا بعيدا الاعتبار لأننا في وحد الفترة مفصلية وحد الفترة اللي خطيرة جدا جدا اللي تتستأسد فيها شركة فرنسية تتستأسد على شعب على قده تنستعطفوكم وتنطلبوكم كأخ الأخوت دياله وكأخوان الأخوت أخوتاتهم نحن شعبون واحد شعوب المنطقة كاملين أعراب وإيمازيغن كاملين أخوت كي القبيلي كأعراب نقول لنا أخوت ولكن الأنظمة ديالنا والمسؤولين ديالنا تحاولوا باش يزرعوا بيناتنا الفتن والنعارات باش نولي ونقتلوا بعضياتنا فحان الوقت بأننا نقول لهم بأن الشعوب ما زالت حية الشعوب دكية الشعوب عندها مخطة تفكر بيه والشعوب خوت خاوة وحدة كي المغربي كي تزيري كي التونسي خاوة وحدة الإخوان ديالنا المغاربة اللي كيتبعوني في هاد اللايف من صفحة ديال كيفاح تنتمنى باش تبرتجي هاد الفيديو على أوسع النطاق وكنتمنى باش تبرتجي وحتف صفحات أكبر صفحات الجزائرية والتونسية ومنسوش صفحة ديال أستاذة خديجة بن قنة هاد شي ما كان اليوم الجمعة آخر جمعة في شهر رمضان اليوم الجمعة تمانية يونيو 2018 كان معكم شافق العمراني حفظكم الله وراعاكم وسدد أخوطاكم دوزوا بخير بالقلق